إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية يقول أنا أشتغل في شركة وعندنا تغطية صحية ما يسمى بالسينيسيس وماذا يقول الشرع في التعويضات العائلية والتعويضات في الأدوية يعني التعويضات الصحية في الإيواء الصحي وكذا فلا شك أن هذه الأمور إذا كانت إجبارية فإنها تأخذ سبيل التأمين الإجباري على السيارات أو على الدراجات النارية أو نحوها لكي يكون شيء أمر إجباري فلا حرجة في الاستفادة من تلك التأمينة لأنه عقد بين موظف وشركة وإن كانت هذه التأمينة على سبيل الاختيار فالأولاء لا يدخل فيها الإيسان لكي تكون اختيار كي يقول لك أشتدي وشبغي تشارك معنا فهذا لم يتويل ولا مغي تشارك فإذا يجب الدوصة دياله يدفعه وشارك كي يستفد من التغطية الصحية ويستفد من الأدوية ويستفد من التخفيضات ويعني يكون عنده مرجوعات إذا أنفق شيئا واشترى أدوية أو أجريت له عملية جراحية أو نحو ذلك فإذا كانت قضية اختيارية فالأولاء لا يفعل ذلك للشبهة التي فيها لأنها أشبه ما تكون بالقمر وبعض العلماء أجازها إذا كانت في هذه التعويضات العامة التي تكون شبيهة بالتكافل الاجتماعي التي تكون كديرها الدولة ليس الشركة الخاصة من الشركة الخاصة يعني هذه يبتعد عنها الإنسان لكن إذا كانت مثلا شيء تأمين يعني وضعها الدولة على التكافل الاجتماعي فهذا لا بأس به لأنه يعني كالعواضي عن بيت مالي المسلمين لأن الناس يحتاجون إليه ويرتفقون به خصوصا عند ضيق المعايش والحاجة التي تمر بها كثير من الأسر والعلم عند الله تعالى إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد